هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح قناة الرشيد الفضائية بذكرى تأسيسها متمنيا لها دوام التألق والاستمرار على النهج الوطني كما هنأ رئيس الوزراء عهد العبد المهدي قناة الرشيد بعيد تأسيسها العاشر متمنيا لها ولجميع كادرها النجاح والتقدم كما هنأ رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي الأستاذ اسعد عاصم الجنابي قناة الرشيد والعاملين فيها متمنيا لهم التوفيق داعيا إياهم لمواصلة العمل على النهج الوطني وبما يخدم أبناء الشعب العراقي كما وجه وزراء ونواب والسياسيون التهنئة للقناة والعاملين فيها متمنيا لها الاستمرار بالنجاح الذي استمر لعشر سنوات متواصلة هذا وتقدم قناة الرشيد بالشكر للمهنئين بذكرى تأسيسها من السادة رؤساء الجمهورية والوزراء والسادة الوزراء وكل المسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحلية في بغداد والمحافظات والمهنئين كافة وتعاهدهم على الحفاظ على الخط المهني والحياد في تناول الأحداث اشتركوا في القناة